اشتركوا في القناة اسعار الاسماك تلتحق بغلاء اللحوم الحمراء الكيلو يقفز الى عشرة الاف دينار في الاسواق والارتفاع يقلل من الاقبال على المزقوف ألم بكم الى التفاصيل تعرض مطعم تشيلي هاوس ومتجر تشوكلت بار في شارع فلسطين شرقية بغداد لهجمة جديدة الليلة الماضية وقال مراسل يو تيفي ان مجموعة ترجلت من سيارات الرباعية الدفع واقتحمت المتجر وكذلك المطعم المصن في اسمه ضمن سلسلة امريكية منتشر حول العالم وفي الشرق الاوسط واضهرت مقاطع فيديو تحطيم المختحمين اثاث المحلين قبل انسحابهم ومغادرتهم بسيارتهم واربكى هذا الحدث الحركة في جانب الرصافة فيما اظهرت فيديوات يو تيفي اليوم انتشار قوات امنية حول الموقع المستهدف وسلاسلة اخرى من المطاعم بينها كي افسي خشة تعرض لها كما حدث اواخر ايار الماضي وفي تطور لاحق كشفت وزارة الداخلية عن القاء القبض على عدد من المتهمين بالتورط في موجة الهجمات السابقة على مطاعم ومصالح تحمل اسماء وحقوق امريكية وغربية ضمن بغداد وذكرت الوزارة في بيان انها تلاحق متهمين اخرين هاربين ونبهت الى ان بعضهم ينتمي الى احد الاجهزة الامنية وانهم ارتكبوا الاعمال التخريبية بحجة الاضرار بالمصالح الامريكية مشيرة الى انهم موقفون بغية احالتهم الى المحاكم المختصة وفق قانون مكافحة الارهاب ووضحت الوزارة ان هؤلاء نفذوا هجمات في السادس والعشرين والسابع والعشرين وكذلك الثلاثين من ايار الماضي برمي عبوات محلية الصنع ومهاجمة مطعمي كي افسي وشيلي هاوس ومعهد كامريج ضمن شارع فلسطين ومطعم كي افسي وشركة كتربلر في الجادرية قال النائب زهير الفتلاوي ان الاعتراض الذي حصل في الفترة الماضية على الموازنة كان سببه تأخر وصول جداولها الى مجلس النواب فيما تحدث النائب عن الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي عن ايجابية الجداول وانعكاسها على واقع موظفي الاقليم بشكل جيد اعتراض على كيفية عرض جداول الموازنة في مجلس النواب وتأخيرها الى المجلس يعني اجدت ست شهر المفروض لازم تدخل في شهر العاشر الموازنة مثل ما تعرف احنا اليوم شهر الخامس يا الله اجدت السادس يا الله اجدت هذه الموازن هناك جداول جيدة تم تثبيت الرواتب لموظفي الاقليم هذا التثبيت ضروري جدا حسب قرار المحكمة الاتحادية من ناحية ثانية مسألة تكاليف انتاج النفط ايضا تم معالجتها الى حد ما هذا الامر يطلب يعني احنا كحزب ديمقراطي مع هذه الجداول لانه يخدم اقليم كردستان هذا ونقش برنامج الحقيقال ملف تعينات ونسبة البطالة في العراق وتحدث الضيوف عن ارهاق الدولة بالديون الخارجية والداخلية المشكلة احنا عدنا تقريبا ستة وسبعين تريليون دينار هي قروض داخلية من البنك المركزي من الرافدين من الرشيد من التي بي اي وهذه الفوائد عليها اعلى بكثير من الفوائد التي تترتب على الدين الخارجي لانه الآن احنا عدنا قرض طويل الامر الى الالفين وخمسة واربعين على ما اذكر للمنظمات اليابانية والحكومة اليابانية بسعر فايدة اقل من الثلاثة ارباع النقطة وايضا عدنا الحكومة الكورية بعام الفين وثلاثة واربعين ايضا باقل من الواحد بالمئة فالمشكلة بالدين الداخلي والفوائد المترتب على الدين الداخلي العراق في عام 1980 كان حوالي 47% من الشعب يشتغل الآن 21% 300 ألف منهم فضائيين دكتور دوريد تريد تقول 79% من الشعب العراقي عاطل عن العمل التقارير اللي أخذتها من منظمة الغداء العالمي يقولون 35% تماما تماما هذه هي المشكلة لدينا احنا عدنا فقط 21% يعملون المطوب وضع سياسة وطنية للتجريل أو لمكافحة البطالة وهذه السياسة توضع لعدة سنوات وكان ينبغي الاستفادة من قرار موازنة لعدة سنوات لأن توضع مثل هذه السياسة موازنتنا تحتاج إلى إعادة نظر هيكلية بنيوية في بنيته لكن هذه إرادة سياسية أولا اثنين أيضا لازم إعادة الهيكلة متم على حساب صغار الموظفين وصغار العاملين لازم يصير إلى صالح القطاع الأوسع من المجتمع كما ناقش برنمج مع مل طلال السياسة المالية للعراق وتأثيرها في اقتصاد البلاد وتحدث الضيوف عن هيمنة وزارة المالية على الوضع الاقتصادي ووصول البنك المركزي إلى طاقته القصوى في تأمين الأموال للحكومة الهيمنة المالية بالنسبة لوزارة المالية على الوضع الاقتصادي بالعراق لا بل هي وزارة المالية طبعا الخزانة باعتبارها تعبر عن السلطة وزارة المالية هي تعبر أو الذراع الاقتصادي للسلطة الوزارة المالية تضع عجزاً كبيراً 64 الصور أحد بنود تغطية العجز الزيادة المتوقعة في أسعار النفط بلا ما زادت اليوم البنك المركزي أنت مثل ما تفضلت وصل إلى طاقت القصوى في مسألة توفير الدولار يبيع بحدود بين 4.5 إلى 5 مليار دولار شهرين ويسلمها للحكومة الحكومة تذهب في مسألة دفع المصاريف التشغيلية رواتب ويعانات وغيرها اليوم مع التنفيذ لموازنة 24 هذا الرقم سيضاعف يعني 10 داعش 12 مليار على العام الماضي عندنا عجزة 44% اليوم كم العجز نتكلم على 50% على هذا الكلام لاحظ نفس السلطة التشريعية في توصياتها كالوجنة مالية تقول نكرر أن من ملاحظاتنا أن السلطة التنفيذية اعتمدت الطرق الكلاسيكية في إعداد الموازنة أي بمعنى أننا لم ننتقل في إعداد قانون الموازنة الذي لديه تحفظات عليه من نمط البنوت إلى نمط البرامج والأداء إذن صوت مجلس النواب على جداول موازنة 2024 التي تعد أضخم موازنة في تاريخ العراق التفاصيل بالأرقام نتابعها في هذا التقرير أضخم موازنة في تاريخ العراق تخرج من دوامة الخلافات والاعتراضات النيابية على مبالغ الإنفاق وفيما نجحت دلسة البرلمان بتمرير جداولها والتصويت عليها بعد تأجيل دام ساعات يبدو أن المشرعين استطاعوا تخطي المعرقلات التي راوحت بين سياسية وأخرى دارت في فلك الأرقام أكثر من 211 تريليون دينار تبلغ قيمة موازنة 2024 بعجز يبلغ نحو 64 تريليون تقول الحكومة إنه عجز تخطيطي على الورق وبحسب جداول الموازنة فإن والدات النفط والثروات المعدنية تتجاوز 120 تريليون فيما تجاوزت الإيرادات غير النفطية 27 تريليون دينار وفي لغة الأرقام أيضا فإن الموازنة خصصت 157 تريليون دينار للنفقات الجارية و55 تريليون للنفقات الاستثمارية فيما خفضت التخصيصات المالية المرسودة للمحافظات غير المرتبطة بإقليم 220% عما كانت عليه في موازنة العام الماضي لتسجل نحو 3 تريليونات دينار وبحسب ملاحظات سجلتها اللجنة المالية النيابية فإن أمام الحكومة مهمة معالجة عدة نقاط مؤشرة على الموازنة ومنها تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاع العام على حساب الخاص واتباع سياسات كلاسيكية قديمة في أسلوب إعداد الموازنة الاستثمارية لتقديم الخدمات إعلان شبه رسمي لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المنافسة في انتخابات برلمان الأقليم المعلومة يؤكدها أعضاء في الحزب لكنها لا تزال بانتظار بيان رسمي فيما تقول مفوضية الانتخابات أنها ستفتح باب الترشح بمجرد إعلان موعد جديد لإجراء الانتخابات بوادر لانفراج الأزمة السياسية في إقليم كردستان بعد تصريحات مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني كشفت عن نية الحزب المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم البارتي صاحب الثقة للأكبر في الإقليم كان قد أعلن مقاطعته الانتخابات احتجاجا على إلغاء كوت المكونات قبل إعادة نحو نصفها من الهيئة القضائية للانتخابات هناك أرضية ربما مناسبة هناك بعض التغييرات في القرارات هناك اتجاه نحو ضمان مشاركة الديمقراطية من أجل أن تكون هناك انتخابات نزيهة انتخابات تضم جميع الأطراف في إقليم كردستان وفيما لم يصدر بيان رسمي حتى الآن من قيادة الحزب الديمقراطي بخصوص المشاركة أوضحت مفوضية الانتخابات إنها بانتظار مرسوم من رئاسة الإقليم يحدد موعدا جديدا للانتخابات لا يسبق الخامسة من أيلول المقبل وبذلك تكسب المفوضية الوقت لتسجيل المرشحين الجدد إن كانوا من البارتي أو من مرشحي أحزاب الأقليات المفوضية أبدت استعداد يعني تاريخ خمسة تسعة أبدت استعداد المفوضية بإمكاني إجراء الانتخابات ونحن ننتظر الإجابة من رئاسة الأقليم دون أي ضغط ولمنح المفوضية الشرعية والوقت الكافي لإجراء انتخابات برلمان الأقليم مدد مجلس النواب العراقي عمر المفوضية إلى السادس من كانون الثاني العام المقبل ما يمنحها الوقت الكافي لإجراء الانتخابات ثم التصديق على نتائجها ليصار بعد ذلك إلى تشكيل البرلمان السادس لإقليم كردستان وتشكيل حكومة جديدة مشرق المنصور أربيل يو تيفي انطلق الصباح اليوم القافلة لغاثية البرية الأولى إلى أهالي غزة بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر مدير إدارة الكوارث في الجمعية أحمد عبد الأمير قال في تصريح صحفي إن القافلة تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية بواقع 33 شاحنة مضيفا أن هذه الشاحنات تمر عبر طريق البري إلى منفذ طريبيل ثم ميناء العقبة ومنه إلى ميناء نوابع المصري وصولا إلى رفح وكان العراق قد أرسل في وقت سابق دفعات إغاثة بلغت نحو 250 طن عن طريق الجو وفي النشرة أيضا أسعار الأسماك تلتحق بغلاء اللحوم الحمراء هذا الملف بعد قليل نقوم معنا العراقيون يحبون أكل الأسماك لكن ارتفاع أسعارها يحرم بعضهم من تناول المزقوف كما تحرم بعض القرارات غير المبررة الصيادين في بعض المدن من الصيد داخل الأنهار والبحيرات إذن ارتفاع في أسعار الأسماك يصل إلى عشرة آلاف دينار للكيلوغرام الواحد دفع كثيرا من المواطنين إلى تركها بعدما تركوا سابقا اللحوم الحمراء فيما يطالب ذو الدخل المحدود بإيجاد حل لارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها بعد غلاء لحوم المواشي في الأسواق العراقية تشهد أسعار الأسماك في ديالا أيضا ارتفاعا غير مسبوق سعر الكيلوغرام من لحوم الأسماك قفز إلى عشرة آلاف دينار وأكثر بعدما كان بنحو ستة آلاف فيما يعزل تجار ارتفاع الأسعار إلى هدم بحيرات الأسماك جراء الجفاف في الفترات الماضية فضلا عن منع الصيد حاليا بفعل موسم التكاثر الذي يمتد من منتصف آدار حتى منتصف حزيران نجيبه احنا بتسعة تسعة وربع تسعة ومية نبيعه بعشرة نوبات تسعة ونوص نحصل بسبعمية وخمسين نوبات خمسمية نوبات ثمينمية دينار بس تعرف انت هسا احنا بشهر الخامس السادس السمش قل السمش من يقيل يصعد عادة على الموسم التاسع على الثامن يلا عادة ينزل يبدأ عادة موسمة والعالم تقول يا اوه اجدعوة اجدعوة عمنا نشل اشترنا ذلك نبنى غلاء لحوم الاسماك في اسواق ديالة خفض الإقبال على شرائها بنسبة خمسين بالمئة وخاصة من ذوي الدخل المحدود فيما قلل كثير من عشاق المزقوف تناول الوجبة المفضلة لديهم الى مرة او مرتين في الشهر بعدما كانت لا تفارق موائدهم بشكل اسبوعي تجاوز عدد بحيرات واحواض تربية الاسماك التي ردمت في ديالة منذ العام الماضي اكثر من مئتي بحيرة ما قلص حجم الثروة السمكية في المحافظة بنحو 80% فيما يستورد التجار معظم الاسماك في الاسواق من محافظات مختلفة ابرزها كاركوكو ومدن الجنوب علي العنباكيو تيفي ديالة في صلاح الدين منع الصيادون المجازون من ممارسة مهنتهم قبل عشرة اعوام بدعوى الوضع الامني فيما يستمر المنع حتى يومنا هذا على الرغم من الاستقرار الذي تشهده المحافظة متسببا بارتفاع في اسعار الاسماك في هذا المكان كان الصيادون يتجمعون يوميا لصيد الاسماك لكن قرارا امنيا قضى بمنعهم من مزاولة العمل قبل عشرة اعوام منعت القوات الماسكة لنهر دجلة وبحيرة الثرثار الصيادين من مزاولة عملهم في مهنة صيد الاسماك بحجة عدم استقرار الوضع الامني لكن تحسن الوضع دفع الصيادين الى المطالبة بالعودة الى مهنتهم اذ ما يزالون ممنوعين من مزاولة العمل رغم امتلاكهم اجازات حكومية يعني احنا من ابت جد لا يخلون ننزل لا يخلون نروح ننزل للشيط ممنوع يعني ما ندر بعد وين نروح نشتغل بها الكاريبة صعد الكيلو بس علينا بعشرة الالاف نبيعه بعشرة ونص حتى ميمش الناس ما تاخده غالي يعني والله حرنب هاي الشغلة وين قمت اروح البغداد بحيث اجيب سمج بانه شوي رخيص يعني احنا ما مجبورين هيت شي كل الاحواض فاللي شوها وعلموا الشي ما يسوى ردم الاحواض ومنع الصيد اسباب ادت الى ارتفاع اسعار السمك في الاسواق اذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد نحو عشرة الاف دينار على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الاقبال عليه خلال فصل الصيف نتفاجأ بأن هناك قرارات غير مدروسة تنال من الصيادين يمنع الصيد في النهر بالنسبة للصيادين ومنع اقامة الاحواض تربية الاسماك لا نعرف هذه القرارات الغير مدروسة التي انعكست بظلالها على المواطن فالمواطن لا يستطيع لا يستطيع المواطن ان يشتري سمكة لان الاسعار اصبحت عالية جدا 12 الف 13 الف 14 الف يقول قسم الثروة الحيوانية في زراعة صلاح الدين انه اطلق نحو 580 الف اصبعية من سمك الكارب فلا عن سبعة ملايين سابحة موزعة في بحيرة الثرثاري ونظمه تأتي ضمن خطة زيادة انتاج الثروة السمكية في البلاد لكنها مع ذلك بعيدة عن اياد السيادين وشبكهم من صلاح الدين محمد قادر يو تي في مروريا يدخل العراق قاعدة البيانات الدولية للمرة الاولى عبر تسشين اللوحات الجديدة للسيارات بعد استيراد معمل متطور مع خبراته الالمانية وسط تسهيل استبدال اللوحات القديمة بالجديدة للمرة الاولى يدخل العراق قاعدة البيانات المرورية العالمية بعد ان بدأ العمل بنظام اللوحات المرورية العالمي المحكم امنيا المتعارف عليه في معظم الدول بعد توقيعه اتفاقات في مجال الامن والمرور اللوحات المرورية اصبحت تطبع في العراق بعد استيراد معمل متطور مع خبراته الالمانية اذ ينتج المعمل ما يقارب الفي لوحة في الساعة الواحدة ما يجعل موضوع تأخير الحصول على اللوحات من الماضي هذا المعمل ذو طاقة انتاجية عالية على خلال ساعات اليوم الواحد وكذلك ذو لغة امنية عالية ممكن من خلالها ان يكون تدقيق المركبات بصورة افضل ايضا هو تماشيا مع الاتفاقات الدولية التي للعراق جزء من هذه الاتفاقات ومديرية المرور العامة تعمل في قانون هذه الاتفاقات الدولية المعمل يعمل على انتاج 1500 لوحة الى 2000 تقريبا بالساعة الواحدة التطور في انظمة المرور المحلية مع ادخال الكاميرات المرورية الذكية الى الخدمة قبل شهرين قلل كثيرا من الحوادث المرورية في بغداد والمحافظات رغم عدم توفر الكاميرات الا في العاصمة ما يعكس تعودا للمواطن على تطبيق القوانين تدريجيا كانت هناك فوارق كبيرة جدا من حيث الحوادث المرورية انخفضت بشكل كبير في بعض المحافظات او في كل المحافظات انخفضت بشكل كبير يعني اذكر لك في كاركوك من نسبة معينة لا صفر وهذا دليل على انه رغم بانه كاركوك ومحافظات ما بها كاميرات ذكية لكنه هذا رجع الصدى لدى المواطن بانه الالتزام بقوانين المرور حزام الامان عدم استخدام الهاتف النقال كذلك السايد اليمين والكثير من التوصيات التي توصي بها مديرتي المرور العامة كان لها اثر كبير في تخفيف الحوادث وهي غاية الحقيقية والاسمر وتؤكد مديرية المرور العامة سهولة استبدال اللوحات القديمة باللوحات الجديدة وعدم اجبار المواطنين حاليا على ذلك مع استبدالها تلقائيا فور تجديد سنوية السيارة وتثبيتها مع شراء أي سيارة جديدة وبكلفة بسيطة على المواطن لا تتجاوز 30 ألف دينار حيدر المدريو تيفي بغداد مركز علاج الثلاسيمية في كاركوك أصبحت له بناية خاصة بعدما كان جزءا من أحد مستشفيات المحافظة ما يقدمه المركز من خدمات في تقرير عمار حامد أكثر من 1250 طفلا مصابا بالثلاسيمية في كاركوك افتتح لهم مركز خاص بعلاجهم بدعم من مطرانية الكلدان ليكون في بناية مستقلة بعدما كان جزءا من إحدى مستشفيات المحافظة المركز الجديد يضم 45 سريرا ويستقبل يوميا قرابة 40 طفلا من المصابين بالثلاسيمية نحن الآن في مركز الثلاسيمية هو من أهم المراكز في محافظة كاركوك لأول مرة يكون ببناية مستقلة بعد أن كان جزء من مستشفى عزادي التعليمي هذا المركز تم إنشاءه بدعم من الكنيسة في محافظة كاركوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة يقدم الخدمات لأكثر من 1250 مريض وعدد الأسرة 45 سرير عدد المرضى المعالجين يوميا من 20 إلى 25 تم تجهيزه بكافة الأدوية والأجهزة من قبل وزارة الصحة العراقية مطرانية الكلداني شاركت في كثير من المشاريع داخل المحافظة وخصوصا تلك التي تدعم الواقع الصحي والإنساني فضلا عن تقديم خدمات صحية مجانا في عيادات خيرية داخل إحدى كنائس كاركوك نحن حركنا كثير مشاريع بواسطة متبرعين من داخل وخارج العراق وهي مشاريع كلها رحمة رحمة وحنية على الأضعف بيننا وهذا فريد شيء أتمنى يكثر ويزداد وينتشر بغض النظر عن انتماءاتنا يتكون هذا المركز من صالتين كبيرتين ومزود بأجهزة حديثة ويعد الأول من نوعه على مستوى كاركوك ببنايته المستقلة التي تقع ضمن مستشفى الأطفال ليخفف الحملة الكبيرة على مراجعه ويقلل من معاناتهم المرضية من كاركوك عمار حامد يو تي في نشرتنا انتهت لكن أخبار يو تي في مستمرا أوقاكم على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة